الشيخ علي الجرجاوي الذي عرف بحبه الشديد للإسلام والعمل على نصرته قد قرأ في إحدى الصحف عام 1906 خبرا غريبا مفاده أن رئيس وزراء اليابان الكون كاتسورا أرسل خطابات رسمية إلى دول العالم ليرسل إليهم العلماء والفلاسفة وكل أصحاب الديانات لكي يجتمعوا في مدينة توكيو خلال مؤتمر عالمي ضخم يتحدث فيه أهل كل دين عن قواعد دينهم وفلسفته ثم يختار اليابانيون بعد ذلك ما يناسبهم من هذه الأديان ليكون دينا رسميا للإمبراطورية اليابانية بأسرها والسبب ذلك أن اليابانيين بعد انتصارهم على الروس في معركة تسوشيما عام 1905 رأوا أن معتقداتهم الأصلية لا تتفق مع تطورهم الحضاري ورقيهم المادي والأدبي الذي وصلوا إليه فأرادوا أن يختاروا دينا جديدا يكون ملائما لهذه المرحلة من تاريخهم أسرع الشيخ الجرجاوي وكتب في صحيفة الإرشاد يدعو شيخ الأزهر وعلماء الإسلام لتشكيل وفد للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يمكنهم من خلاله إقناع الشعب الياباني بالإسلام وهذا من شأنه إذا حدث فسوف يؤدي إلى قيام حلف إسلامي قوي يجمع اليابان وربما الصين أيضا مع السلطنة العثمانية ويعود للإسلام مجده القديم وقد حثه بالتحرك السريع لانتهاز هذه الفرصة الذهبية لنقل دين الإسلام إلى أقصى بقاع الأرض ولكن كان موقف الأزهر سلبي لأن مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي الذي كان دوما ضد الإسلام ومع ذلك لم يستسلم الشيخ الجرجاوي وانطلق إلى قريته الصغيرة ليبيع خمس أفدنة من الأرض كانت كل ثروته لينفق على حسابه الخاص تكاليف تلك المغامرة ولأن أيامها لم يكن هناك سفر بالطائرات لذلك انتقل على متن باخرة من الإسكندرية إلى إيطاليا ومنها إلى عدن في اليمن ومنها إلى بومبي في الهند ومنها إلى كولومبو في جزيرة سيلان ثم إلى سنغافورة ثم إلى هونغ كونغ ثم إلى سايغو في الصين ليصل أخيرا إلى ميناء يوكوهاما الياباني بعد مغامرة بحرية لقي فيها الأهوال والمصاعب وهناك في اليابان فوجأ الشيخ الجرجاوي بوجود شيخ هندي وشيخ من تونس وشيخ صيني وشيخ روسي كل هؤلاء جاءوا مثله على نفقتهم الخاصة ليجدوا أن الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني أرسل وفدا كبيرا من العلماء الأتراك بدأت جلسة المؤتمر لتعرض كل جماعة دينها واعتمد الشيخ الجرجاوي وأصحابه على التبسيط والإيجاز في شرح مبادئ الدين مع سرد البراهين والأدلة العقلية للإجابة عن الشبهات التي طرحها البعض في المؤتمر فأسلم الآلاف على أيدي تلك المجموعة وكاد إمبراطور اليابان الماكيدو نفسه أن يسلم على يد الجرجاوي بعد أن أبدأ إعجابه بالإسلام إلا أنه خاف على كرسيه الإمبراطوري ولكنه أخبر الشيخ الجرجاوي أنه إذا وافق الوزراء على تغيير دين الآباء فإنه سيختار الإسلام بلا أدنى شك ثم أعلن في نهاية المؤتمر أن حرية العقيدة في بلاده متاحة ومكفولة فخرج الشيخ الجرجاوي إلى شوارع المدينة مع المترجم وراح يحدث اليابانيين عن الدين في مدة بلغت الشهر فأسلم على يديه آلاف اليابانيين وعاد إلى مصر بعد أن أسس في توكيو جمعية للدعوة الإسلامية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما ينقاها إلا الذين صبروا وما ينقاها إلا ذو حظ عظيم أرملة فقيرة صالحة توفي زوجها بعد أن ترك لها ابنة واحدة عمرها عشر سنوات فقامت الأم ببيع الخضروات والفاكهة بالسوق للإنفاق على ابنتها وتعليمها حتى تخرجت ابنتها من كلية طب ورزقها الله بزوج غني افتتح لها عيادة بأحد الأحياء الراقية والقريبة من سكن الأم ورغم معرفة الإبنة كم عانت أمها وكم تحملت من متاعب لتحقق لها حلمها بأن تكون طبيبة إلا أنها عاتبتها عتابا شديدا لأن الأم بين الحين والآخر ترسل لها بالعيادة جارة مريضة وفقيرة لكي تقوم بالكشف عليها مجانا ومساعدتها في ثمن العلاج وفي أحد الأيام دخلت عليها في العيادة عجوز في الستين بصحبة ابنها الشاب ولحظت حرصه الزائد عليها فهو يمسك يدها ويصلح لها عباءتها ويناولها الطعام والماء وبعد سؤالها للشاب عن المشكلة الصحية لأمه وطلب الفحوصات سألته عن حالتها العقلية لأن تصرفاتها وردودها على أسئلتها لم تكن موزونة فأخبرها الشاب أن أمه منذ أن ولدته وهي مصابة بإعاقة دهنية وأنه من يرعاها ويهتم بنظافة بدنها وملابسها وعندما سألته لما لا تحضر لها خادمة وخاصة أن من هيئته يبدو ميسور الحال أخبرها بأن أمه مسكينة لا تشتكي ويخاف أن تؤذيها الخادمة وهو يقوم بخدمتها والسهر على علاجها بانتظام خاصة وأنها مريضة بالسكر فدهشت الطبيبة من بر هذا الشاب وأمسكت دموعها ثم سمعت الأمة تقول لابنها متى ستشتري لي اللوز والمسليات فقال لها الآن سنذهب إلى المحل طارت الأم من الفرح وقامت تردد الحين الحين فقال الابن للطبيبة والله إني أفرح لفرحتها أكثر من فرحتي بابن الصغير وأثناء ما كانت الطبيبة تقوم بقياس الضغط للأم سألت الشاب إن كان له إخوة غيره فأخبرها أنه وحيدها لأن والده قام بتطليقها بعد شهر من الزواج وذلك بعد إصابة عقلها لوفاة أبيها بين يديها وأن جدته هي التي كانت ترعاه وترعاها حتى توفيت وعمره عشر سنوات ثم سألته الطبيبة والدموع في عينيها هل رعتك أمك في مرضك أو تذكر أنها اهتمت بك أو فرحت لفرحك أو حزنت لحزنك قال الشاب متعجبا أخبرتك أن أمي أصيب عقلها وهي حامل بي وأنا أرعاها منذ أن كان عمري عشر سنين كتبت الطبيبة العلاج وخرجت شاب وأمه من العيادة التي أغلقتها الطبيبة بعد أن قالت للممرضة أحتاج للراحة اعتذري لمن بالخارج ثم ظلت تفكي من قلبها وبصوت مسموع وهي تقول هكذا يعاملها بكل بر وهي لم تكن له أما فقد حملت وولدت ولم تربي ولم تسهر الليالي ولم تتألم لألمه ولم تبكي لبكائه ولم يجا فيها النوم خوفا عليه مثل أمي والتي كانت تحمل أثقالا لبيعها والعودة بعد عناء اليوم متسمة وتظهر السعادة والفرحة لي رغم ألمها كم أنا قاسية وظالمة ولا أستحق هذه الأم الرائعة أين أنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما ثم أسرعت إلى أمها تعتدر لها وتبكي بين أحضانها وتقسم لها أنها ستعيش طيلة عمرها فقط لتبرها وتكون تحت أمرها بل تحت قدميها ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهو وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون في يوم من أيام رمضان جلست أسرة فقيرة على الطعام الجاف القاسي الذي استقر أمامهم ينتظرون أذان المغرب وقد كان رب الأسرة لا يملك من أمر الدنيا شيئا وقد جلس شارد الفكر يستعيد في قلبه الحديث الذي دار بينه وبين صاحب البيت ذلك الطاغية الجبار الذي تهدده وتوعده إن لم يأتي له بإيجار المسكن المتأخر عليه اليوم ليطردنه من البيت فماذا يفعل هذا المسكين وهو لا يجد لقمة العيش ولا يستطيع أن ينتصر لنفسه أفاق الرجل من خيالاته على صوت مزعج خارج المنزل وهو صوت الظالم صاحب المنزل الذي تجرأ وفتح الباب بعنف من دون استئذان ثم دخل ووقف كالمارد أمام الأب المسكين الذي تحيط به أسرته البائسة ومن غير كلام ولا مقدمات تناول الطاغية ذلك المسكين وأخذ يسبه ويشتمه ويركله بقدمه وارتفعت أصوات أسرة المسكين تبكي وتنوح وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبعد ألم شديد ألحقه الطاغية بالمسكين خرج متكبرا بعد أن أخذ كل ما تملكه الأسرة من أثاث قديم وترك صاحب الأسرة الفقيرة كالميت وانطلق صوت المؤذن لصلاة المغرب وهو يقول الله أكبر في أول يوم من رمضان وعند وقت إجابة الدعاء فرفع المظلوم يديه إلى السماء ثم قال اللهم انتقم منه اللهم انتقم منه ثم استغفر الله وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وما هي إلا ثلاثة أيام وإذ بذلك الظالم يشكو من ألم في ساقه فينقل إلى المشفى وبعد الأشعة والتحاليل قرر الأطباء أنه مصاب بمرض السرطان وأنه لا بد أن تبتر قدمه وإلا انتشر السرطان في رجله وبعد عشرة أيام خرج من المستشفى بقدم واحدة لا يستطيع المشي عليها وكانت المقطوعة هي القدم التي ركلت وضربت المظلوم فأخبرته زوجته أن ما حدث له كان بسبب دعوة الأب المسكين الذي اعتدى عليه وأهنه وسط أسرته ولم يرحم فقره أو حاجته وذكرته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وأوسطه بالذهاب إلى هذا الأب وطلب العفو منه وإرضائه وتعويضه عما أحدثه به من سب وضرب وإهانة واستيلاء على أثاثه البسيط الذي لا يملك غيره ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اقتنع صاحب البيت بكلام زوجته وما كان منه إلا أن أحضر لأسرة المسكين أثاثا جديدا وتنازل له عن سكنه بلا مقابل ثم ذهب إليه وقبل يده وبكى أمامه ليغفر له ويسامح ماذا لو؟ يقول دكتور مظفر قاسم دخلنا إلى أحد المطاعم العربية في لندن قبيل الغروب لتناول العشاء وبعدما جاء النادل لأخذ الطلبات استأذنت من الضيوف لدقائق ثم عدت فسألني أحدهم أين كنت؟ فقلت له كنت أصلي فابتسم وقال لي هل ما زلت تصلي؟ يا أخي أنت قديم ثم سألني منذ متى وأنت تصلي؟ فقلت تعلمتها في السابعة من عمري وأتقنتها وأنا في التاسعة ولم أفارقها قط ولن أفارقها إن شاء الله تعالى فقال لي وماذا لو أنك بعد الوفاة اكتشفت بأنه لا توجد جنة ولا توجد نار ولا عقاب ولا ثواب فماذا ستفعل في صلاتك وصيامك وحجك؟ فقلت له لن أفعل أي شيء لأنني عبدت الله لأنه أهل للعبادة ولكن هذا الكون العظيم بجماله وإبداعه وروعته مستحيل أن يكون بدون صانع مبدع عظيم وهذا يمنعني أن أكون ملحدا شكرني الضيف لأنني تحملته برحابة صدر ثم سألته ماذا لو عكسنا فرضيتك؟ وأنك بعد الوفاة اكتشفت بأن الله موجود وأن جميع المشاهد التي وصفها الله تعالى في القرآن موجودة حقا ماذا أنت فاعل حينها؟ فظل ينظر إلى عيني صامتا ثم حرك شفتيه وقال لو صدق توقعك بقيام الساعة والجنة والنار واقع دخلت أنا النار ودخلت أنت الجنة ثم بعد الطعام افترقنا ووجدته بعد شهر يتصل بي طالبا مني اللقاء في ذات المطعم فالتقينا وتصافحنا وإذا بي أرى نفسي مطوقا بين ذراعيه واضع الرأسه على كتفي وبدأ بالبكاء فوضعت ذراعي على ظهره وقلت له ماذا بك؟ قال جئت لأشكرك ودعوتك إلى هنا لأقول لك جوابي لقد رجعت إلى الصلاة بعد أن قطعتها لأكثر من عشرين عاما كانت أجراس كلماتك ترن في ذهني ولم تتوقف لم أذقت عم النوم لقد أثرت بركانا في روحي وفي جسدي وصدقني شعرت بأنني إنسان آخر وأن روحا جديدة بدأت تسير في هذا الجسد مع سكون وأبان وراحة ضمير لا مثيل لها كنت محروما من كل ذلك وقت إلحادي وهذا الشعور يؤكد لي على حقيقة وجود الله فهذا كان دليل أقوى من كلامك قلت له ربما تلك الأجراس أيقظت بصيرتك بعد أن خذلك بصرك قال هو ذاك تماما فعلا أيقظت بصيرتي بعد أن خذلني بصري شكرا لك من القلب أخي الحبيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون شكرا لك شكرا لك شكرا لك